اهلا وسهلا بكم في جزء التالت من المحاضرة الخامسة من مقرر تقناة تصوير طبي المحاضرة الخامسة عن موضوع التصوير بالاشاعة المقطعية اتكلمنا في الجزء الاولين من المحاضرة الخامسة على فكرة عمل اشاعة المقطعية انواع التصوير بالاشاعة المقطعية وتطبيقاتها هنتكلم النهاردة على تعريف الاجهزة الحالية وقراءة الصغر الجلس التصوير بالأشاعة المقطعية بتبقى بالشكل احنا شايفين قصادنا دوت بيبقى في عندنا حاجة كبيرة كده بيبقى هي اللي فيها المصدر بتاع الأشاعة الصينية والحساسات بتاع الأشاعة الصينية بيبقى فيه طرابيزة بالنسبة للمريض دي اللي بينامع عليها وبتتحرك حسب المكان اللي احنا بنحتاج نصوره وبتطرى تخش جوه الجزء اللي في النص دوت اللي هو بيتم فيه التصوير طبعا بيبقى فيه خارج المكان ده خارج الجزء اللي فيه الجهاز دوت بيبقى فيه الجزء بتاع غرفة التحكم اللي فيه الفني بتاع التشغيل بتاع الأشاعة المقطعية هو اللي بيشغل الجهاز وهو اللي بيحصل على الصور علشان الطبيب بعد كده يشخصها بيبقى فيه طبعا أشكال عندنا مختلفة للجزء اللي هو الكبير دوت وبالنسبة للترابيزة بتاع المريض زي ما احنا شايفين كلها أشكال الحقيقة جميلة الحقيقة وتبقى يعني التصميات الجديدة كلها الحقيقة شكلها يعني بيبقى بالنسبة للمريض بيديله أحساس ان هو داخل في حاجة شكلها جميل كده فبتخفف عليه شوية من حدة الألم بتاعه أو حدة المرض بتاعه فحقيقة من التصميات الجميلة اللي بتاقي تبقى موجودة دلوقتي فيه الأجهزة الطبية الأجهزة الحالية الحقيقة كلها أجهزة يعني غالبيتها بالنسبة للتصوير بتاع جسم الإنسان هلاقيها يعني كلها أشعة مروحية متعددة شرائح وكل ما زاد عدد الشرائح كل ما زاد سرعة التصوير يعني احنا نلاقي عندنا مثلا ممكن نسمع عن 16 شريحة أو 32 شريحة أو 64 شريحة كل ما زاد عدد الشرائح كل ما كان سرعة التصوير أكتر كل ما دي تصور حاجات ممكن أنها تبقى سريعة جدا يعني دلوقتي ممكن بالأجهزة متعددة الشرائح دي نحنا نصور القلب كاملا وهو بينبط في فترة زمنية وجيزة جدا فبالتالي بنقدر نحصل على كل التغيرات اللي بتحصل في أثناء دورة القلب بحيث نحن نقدر نحن نشخص إذا كان فيه أي حاجة شكلها مش طبيعي ولا لا الأشعة المقطعية بالشغال المخروطي برضو الحقيقة بتالي يبقى لها تطبيقات أساسية في أشعة الأسنان الجهاز بيبقى أبسط بالكيل زي ما احنا شايفينه هنا كده المريض بيقعد ويبقى عنده هنا يعني مصدر الأشعة السينية ويبقى فيه ناحية تانية حاجة زي مجموعة من الحساسات كده واخدى شكل سنائي الأبعاد بحيث نقدر نحصل على حاجة تبقى كبيرة بالشكل ده كده فالتنين ده بيلفوا حوالين المريض كده ويقدر نحصل بهم على صورة لأشعة مقطعية للفك والأسنان وتبقى الحقيقة مفيدة جدا والجرعة بتاعت الأشعة بتاعتها أقل بكثير من الأشعة المقطعية العادية فالحقيقة بتبقى ميزة كبيرة الحقيقة لها تستعمل فيه تطبيقات الأسنان طبعا احنا كنا قلنا الفرق بين التصوير اللي هو المروحي إن أنا عندي التصوير المروحي ده بيبقى فيه عندي شريحة واحدة أنا بحصل فيه على شكل مروحة كده أو شكل يعني ريشة بتاعت مروحة بشكل احنا شايفينه كده من داخل الشريحة دي بالنسبة للتصوير بالأشعة المخروطية بيبقى عندي الشرعة نفسه شكل مخروط فمعنى كده إنه هو له شكل ثلاثي لأبعاد مش بس واخد شريحة واحدة لا ده بيغطي مجموعة من الشرائح فممكن بلفة واحدة الحقيقة نقدر نحصل على حجم كامل للجزء اللي بيتصور يعني معنى كده إحنا نقدر نحصل على صورة كاملة أو نموذج سلاثي لأبعاد للفك مثلا من لفة واحدة للجهاز ده بدل ما كنت بحتاج إنه يبقى فيه عندي جهاز متعدد الشرائح ويبقى فيه عندي يعني جرعة أشعة سينية كبيرة ياخد على العيان وهو بيصور الجزء البسيط ده من الجسم الجزء بقى بتاع الأشعة اللي بتعتمد على إشعاعات البوزيترون المقطعية بنتكلم على إنها غلبية الحاجات اللي وقت الموجودة ما بقتش يبقى فيها أشعة بوزيترون المقطعية وبس لوحديها لا بقت عبارة عن جهاز سنائي فيه جهاز بتاع الأشعة المقطعية مع جهاز البوزيترون المقطعي في نفس الجهاز هو هو يعني بيلاقي جهاز زي كده هو فيه الاثنين مع بعض بحيث أنه يقدر يحصل على الصورتين من نفس المكان هو هو ويقدر يوقعهم الاثنين على بعض ما غير ما يكون فيه أي أخطاء طبعا لو أنا عندي جهاز مثلا للبوزيترون الوحدي وجهاز للأشعة المقطعية الوحدي وباخد صور من هنا وباخد صور من هنا بيبقى منصعب علي الحقيقة إن أنا أوقع الصورتين على بعض بيبقى هما اللي اتنين مش معروف بالظبط تاتخذ الصور دي مين إنما لما يكونوا في نفس المكان بيبقى هما داخل الجهاز نفسه معروف الجزء بتاع الوزيترون فين وجزء بتاع الأشعة المقطعية فين فيقدر نهو يوقع الاثنين على بعض ويقدر يبني نموذج ثلاثة الأبعاد بشكل ده كده يبقى فيه القيم بتاع اشهاد البوزيترون موجودة عندنا داخل نموذج ثلاثة الأبعاد اللي طلعي من الأشعة المقطعية طبعا بيبقى فيه اشكال برضو مختلفة زي ما احنا شايفين كده بس هم كلهم بيتفقوا ان هو في الجزء اللي هو الكبير اللي هو داخل العين بيدخل داخله عشان يتصور بيبقى هو فيه الحساسات بتاعة الاشعاء المقطعية والحساسات بتاعة الاشعاء بتاعة البوزترون في نفس الوقت بحيث ان هو يقدر يحصل على الصوتين في نفس الوقت طبعا بيبقى فيه عندنا برضو جزء بتاع المصدر بتاع الاشعاء الصينية وبيلف برضو زي ما احنا شفنا في طريقة الحصول على البيانات علشان يقدر يحصل على البيانات كاملة بتاعة الاشعاء المقطعية احد الحاجات الفريدة اللي موجودة عندنا في الاشعاء المقطعية كيفية العرض بتاعة صور الاشعاء المقطعية هي ازاي ان احنا ناخد المدى الواسع بتاع القيم اللي بتطلع علينا في صور الاشعاء المقطعية ونعرضه على شاشة عرض من الشاشات العرض الموجودة حاليا في الدنيا وبحيث ان البني آدم اللي هو برضو عينيه تقدر تستقبل فرقات من عدد محدود من الألوان تقدر تستقبل الصورة دي وتقدر تشخص الحاجات اللي فيها فإحنا لو بصينا على المدى بتاع القيم اللي بتطلع لنا في الأشياء المقطعية بيطلع لنا من أول ناقص ألف لغاية زائد ألف يعني بيطلع لنا من قيم كلها سالبة لغاية قيم مجابة والمدى بتاع الحقيقة بنتكلم على مدى كبير بنتكلم على ألفين أو أكتر من ألفين كمان الألفين دي لو احنا جينا شوفنا الشاشات اللي موجودة حاليا في الدنيا هلاقي إن الشاشات الموجودة عندنا دي في الدنيا كلها ما تقدرش إن هي تقرد أكتر من 256 درجة لون رمادي لو احنا حاولنا نقرد أكتر من كده الشاشات الحالية ما تسمح لناش إن احنا نعمل الكلام ده فلو احنا عرضنا الصورة كاملة يعني نسغرنا المدى ده كله وحطناها داخل 255 هلاقي إن عندنا الصورة هتبقى الحقيقة معظم الحاجات اللي هنشايفينها هتبقى هي الجزء اللي فيه العظام وبقيت الأجزاء التانية كلها تختفي تماما فالحقيقة الطريقة اللي بيعرض بيها صورة الأشعة المقطعية حاجة ما نسميها طريقة نافذة العرض ودي الحقيقة هدفة إنها توافق المدى اللي موجودة عندنا في الصورة بتاع الأشعة المقطعية مع شاشات العرض الفكرة فيه الحقيقة نحن بناخد يعني نافذة معينة من النوافذ بتاعة المدى الكبير دوت بيبقى لها اتساع معين ولها مركز معين الاتساع والمركز ده الطبيب بيحددهم بحيث نهو هياخد جزء معين من الألوان اللي موجودة هنا أو من درجات الرمادي اللي موجودة هنا ويعرضها تبقى هي كاملة في المدى بتاع الشاشة اللي بيتسعاملها للعرض اللي بيطلع أعلى من كده بنعرضه ب255 واللي بيطلع أعلى من كده بنعرضه من هو صفر فلاقوا إنه هو في عندنا لو إحنا خدنا النافذة دي خدناها بالشكل ده كده يعني تبقى واسعة كده والمركز بتاعها هنا دي تبقى ممتازة جداً للرؤية بتاعة الرئة ولو إحنا خدنا نافذة صغيرة بالشكل احنا شايفينه هنا دوت كده والمركز بتاعها تقريبا عند الصفر دي بتبقى كويسة قوي لأنسجة الرخوة لو عايزين نبص على العظام هنلاقي إن احنا بناخد نافذة تانية بيبقى مركزة هنا بيبقى أعلى شوية ويبقى الاتساع بتاعها بالشكل ده كده كل واحدة من الأنسجة المختلفة هنلاقي لها نافذة معينة تقدر تبقى فيها كويس قوي خلينا ناخد مثال دلوقتي عملي عشان نوري النافذة دي نقدر نحنا نعمل لها ضبط إزاي بحيث نها تطلع لنا الأنسجة اللي احنا عايزين نشوفها في الصور ده مثال عملي الحقيقة يعني أنا محضره علشان نقدر نجربه مع بعض فالمثال العملي ده الحقيقة ده الحاجة اللي هنشاف فينا وصدنا دي هي دي النافذة اللي احنا بناخدها يعني هنا من اول هنا دي من اول صفر غير 255 وزي ما احنا شافين كده الحاجات اللي موجودة زي ما احنا شوفنا بيقى فيه عندنا جزء صغير في النص وجزء صغير في الآخر لما بنحرك النافذة دي مين وشمال بنلاقي ان شكل الصورة كده زي كدنا بنغير الاضاءة بتاعة التلفزيون لما بنحركها بالشكل اللي هو بنحرك المكان بتاعه او الاتساع بتاعه النافذة نفسها بيبقى كدنا بنغير التباين بتاعة التلفزيون لما بنحرك اتنين مع بعض بقى ممكن نزبط النافذة دي بحيس ان هي تبقى مثلا جزء دوت فيه الالوان اللي موجودة نقدر نحن نزبط النافذة دي بحيس ان نقدر نشوف التفاصيل احنا كنا ممكناش شايفينا هنا خالص لو احنا ودينا النافذة دي الاخر خالص كل هنشوفه هنا الاجزاء اللي فيها عظام داخل الجسم زي ما احنا شايفين كده وده طبعا يعني حسب الطبيب هو عايز يبص عليه يدبط النافذة دي المركز بتاعها فيين يعني هنا جزء ده بيحدد لنا المركز وجزء ده بيحدد لنا الاتساع بتاع النافذة نفسها دي حسب ما انا بحدد الجزء دوت زي يمشي حسب ما انا اقدر اشوف اجزاء في الداخل الصورة ما كنتش بشوفها بك يعني الاجزاء اللي فيها يعني تفاصيل داخل الكلة داخل الرئة دي ما كانش ممكن اشوفها خالص لو انا واخد النافذة بتاعتي بشكل خاطئ هنا مثلا زي ما احنا شايفين كده شايفين شو هاي التفاصيل داخل الرئة نفسها من الصعب الحقيقي نحن كنتشوفها باي يعني طريق عرض تانية ولو احنا حبينا نبص على العظام هنلاقي ان احنا بنحرك دي بعد كده للجزء اللي فيه العظام ونقدر نشوف العظام برضه بشكل واضح الحقيقي اشكركم احسن تابعياتكم ونلتقي في الجزء الرابع والاخير من المحاضرة الخامسة ان شاء الله اشتركوا في القناة